دلوقتي مع صديق عزيز من سيناء وأحد شباب سيناء وقبيلة البرهمة إبراهيم عبدالبهادي البرهمة كنا بنتكلم على تاريخ القبائل السينوية سواء إذا كان في مواجهة العدو الصهيوني في مرحلة مواجهة الإرهاب في مرحلة أخرى وفي نفس وقت حتى هو قال لي قال لي إحنا دلوقتي بنعيش بقى التنمية خلاص خلصنا على الإرهاب وقضينا عليه وخلصة الحرب دلوقتي التنمية وهو بيتكلم أنه يقعد عمال بفكر في أنه سيناء دي كبيرة قوي مش باسة من حيث المساحة مولانا سيناء كبيرة في الوجدان وفي الزهن سيناء اللي في القرآن الكريم يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طبع سيناء مولانا بسم الله الرحمن الرحيم أولا سيناء المصرية ذكرت في القرآن الكريم صراحةً تسعة وعشرين مرة تسعة وعشرين؟ ده صراحةً صراحةً بالإسم ده غير الإشارة طارةً ذكرت بالإسم في قول الله تعالى وشجرةً تخرج من طور سيناء تنبت بالده وصبغ للآكلين ده صورة المؤمنون وذكرت طور سنين في صورة التين الآن الثانية طبعاً وذكرت بقى الطور في صور عديدة من القرآن الكريم صورة البقرة صورة النساء صورة مريم صورة طاها صورة القصص وأيضاً هناك صورة باسمها صورة الطور والطور وكتاب المصطور إلى آخره وذكرت بالميقات ومجمع البحرين وذكرت البحر يعني صور وآيات عديدة ويمكن ما تفضلت به وذكرتنا به أن الله عز وجل البقعة الوحيدة في الكون بشول الأرض التي تكلم فيها دون حجاب ودون أن يبعث رسولاً كسيدنا جبريل عليه السلام هي بقعة الطور في سيناء المصري يبقى سيدنا موسى عليه السلام كلمه ربه فين؟ في طور سيناء دون حجاب ودون أن يبعث الله رسولاً البقعة الوحيدة التي كان فيها كلام الله النفسي الأزلي كان في طور سيناء المصري والتجلي والتجلي التجلي جايهو بقى احنا ما نروح لصورة طاها هنصحح معلومة وصفاة عتاب ايه العتاب ان الدراسات التعليمية والدعوية بتقول ان البقاع المخدسة في الإسلام ثلاثة هذا خطأ بيحصرواها في ثلاثة لانه بيقول ايه مكة للمسجد الحرام اولى بيته نوضع الناس الذي بكتها مباركة ماشي والمسجد الأقصى بعد في فلسطين المحتلة بعد المسجد الحرام باربعين سنة كما في صيح البخاري تمام وبعدين طور سيناء سيناء المصرية وربنا وصفها بأنها الوادي المقدس طيب لماذا لا تذكر ضمن البقاع المخدسة يبقى البقاع المخدسة أربعة وليس الثلاثة بناشد المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية تدارك هذا التقصير مكة بمسجدها الحرام القدس بمسجدها الأقصى تور سيناء بعد كده المسجد النبي وانا بتكلم تاريخي المسجد الايه لان سيدنا موسى طبعا قبل سيدنا النبي تاريخيا صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا يبقى أيضا تنفارد سيناء بأن الله تكلم فيها مباشرة دون حجاب ودون أن يبعث مبعوثا من عنده وأيضا البقع الوحيدة التي تجلى الله فيها في الكون المحسوس فلما تجلى ربه للجبل في سيناء العزيزة من هنا يبقى سيناء لابد أن تذكر كواد مقدس في البقاء المخدس نيجي بال الأنبياء والرسل سيناء على ثراها جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا يعقوب وبنوه عليه السلام وزوجه عليه السلام وسيدنا المسيح وستين مريم وسيدنا يوسف النجار عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه السلام ليلة الإسراء لما مر بالبراق فقال سيدنا جبريل سيدنا جبريل عليه السلام انزل يا رسول الله وصلي ركعتين بجوار قبر سيدنا موسى عند الكثيب الأحمر ما بين مصر وبين فلسطين المحتل الله أكبر أنا أول مرة عرفني أول مرة لدي سابت والرسول وصف وقال ورأيت موسى في قبره عند الكثيب الأحمر يصلي في قبره فالرسول عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج مر على سيناء وصلى فيها وصلى فيها عند الكثيب الأحمر طبعا احنا نعلم أن سيدنا موسى وسيدنا هارون ذهب إلى سيناء طبعا لكن واضح أن في معلش تراسات قاصرة مفروض أنها تتناول لإعطاء المكانة التاريخية المقدسة الضاربة المغلة في القدم لسيناء المصري نسيت أقول حاجة وعايز يعني إمكان أنت عشان بتقول لوقتي دهمنا شوية وهي الجانب الغربي في صورة القصص يعني ربنا ما بيقول لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي إسقضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الغربي هي شبه جزير السيناء وبسبب لأنه خلي بالك رساله السلام في المدينة يثرب غربه البحر الأحمر غرب البحر الأحمر مصر بسيناء المصري على فكرة بمناسبة الغربي في صورة القصص عن سيناء الرسول زكى الجيش المصري فقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن أسلموا الناس فيها الجند الغربي وانظر إلى الخريطة من 2011 وكيف أن الله جعل الأمن والأمان بسبب الجند الغربي بسبب ذكر الطور وسيناء المصرية طبع عشان ما بقاش احتكرت المعلومة اللي أنا هسأل عنها يعني وإحنا ماشيين كده وسيدنا موسى قابل سيدنا الخضر فين مجمع البحرين عند راس محمد بالتحديد طيب سيبك من الكلام التراث القديم قالوا البحر ليس وضوطانج لا لا غلط هو حضرتك قادي العقبة وقادي السويس وما بينهما ده كلام فارغ لنه سيدنا موسى مخرجش من مصر سليم صح فهنا عندك خليج العقبة يمين خليج السويس اللي كان القل زمان يسار ما بين العقبة وما بين خليج السويس عند راس محمد التقاء سيدنا موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر سيدنا الخضر او سيدنا موسى قابل سيدنا الخضر هناك نعم عند مجمع البحرين ما بقلوا الخليج العقبة وخليج السويس عند راس محمد بالتحديد ده جزء من ده هيبقى مقدمة الحلقة بتاعة بكرة ازاي واعلقة ده بالسياسة والنشاط السياحي يا سعد النائب لو انها نص دقيقة نص نتكلمنا على ان المواد التعليمية لابد ان تذكر سينة كمقدسة بالاضافة الى البقاع المقدسة السلاسة مكة والقدس والمدينة المباركة ايضا الجانب السياحي وانا هنا بخاطب وزارة السياحة اين سيناء المصرية بمزاراتها الضاربة المغلة في التاريخ ما تنساش احمس وما تنساش الدفاع عن سيناء لان سيناء منذ قدماء المصريين وهي مصرية وحافظ عليها الفراعن قدماء المصريين حافظ على مصرية سيناء